مشاهدين للمزيد عن الحريات المدنية ينضم إلينا من واشنطن أنتون عيسى مدير العلاقات العامة في معهد الشرق الأوسط أهلا بك أنتون بداية كلمة ردة كانت ألقاص المشترك الذي جمع بين أراء العديد من نخب المجتمع المدني وتقارير منظمات دولية لحقوق الإنسان فيما يتصل بأوضاع الحريات المدنية في البلدان العربية أنت أنتون كيف تقيم الوضع؟ كانت هناك ردة في حقوق الإنسان في العالم العربي وحرية التعبير والحريات الشخصية وهذه واضحة أكثر ما يمكن في مصر قبل ست سنوات كانت هناك محاولة للديمقراطة وحرية الإعلام والتعبير ولكن كان هناك ردة كاملة يبدو أن هناك توجها في العالم العربي في هذا الاتجاه هناك صعود في الدكتاتورية التي تقمى حرية التعبير في كامل العالم العربي إلى حد أن الناس يعتقلون ويحتجزون لقيابهم بالتغريد في وسائل التواصل الاجتماعي هذا حدث للصحفيين والناس في وسائل التواصل لأنهم يناصرون أفكارا تعتبرها الحكومات مهينة أو تهدد هذه الحكومات نعم أنتوني بالفعل هناك من يشاطرك هذا التخوف من تراجع المكاسب الحقوقية خصوصا فيما يتعلق بالحريات في دول كلبنان مثلا كيف تردون على هذه التخوفات؟ لبنان هو حالة معينة فهو معروف دائما على أنه استثناء للعالم العربي هناك نوع من حرية التعبير والإعلام إلى حد ما ولكن حتى في لبنان نحن نرى ردة وتراجع لم نراها منذ فترة في الأشهر الأخيرة رأينا صحفيين يتهمون بإهانة الرئيس هذه علامة من علامات الدكتاتوريات وليس دولة الداعي أنها ديمقراطية أن هذا يبعث على الهواجس حتى في الأماكن التي كانت مفتوحة في السابق هذا هاجس رئيسي بالنسبة لنا نعم حتى للأسف هناك أيضا بعض الأفلام تطالب من منع عرضها في لبنان وهذا دليل أيضا على الردة التي نتحدث عنها أنتون ما الذي يغذي شر الحكومات لتقييد أنشطة المعارضة والمنظمات غير الحكومية لمحاربة حرية الرأي علينا أن نعود إلى الحافز الرئيسي لكل الحكومات العربية وهو أن حافزها الرئيسي هو الحفاظ على السلطة هي غير معنية برفاهية البلاد أو الاقتصاد أو رفاهية المواطنين وإنما هم معنيون بالحفاظ على السلطة نتيجة لذلك سينفذون سياسات تجلب الاستقرار للبلاد حتى لا تكون هناك تهديدات محلية أو داخلية لسلطاتهم أي شخص ينتقد الحكومة أو يعبر عن وجهة نظر مختلفة لا تتفق مع تفكير الحكومة عندها نرى قمعا لحرية التعبير لأن الحكومات معنية بالحفاظ على السلطة عندما تكون هناك احتجاجات وانتفاضات تهدد كل هذه الأنظمة نرى محاولات لوقف هذه المحاولات ويتم اعتقال الناشطين ولا تكون هناك حرية إعلامية وهذا انتشر في كل الدول العربية هذا مثل صعود الدكتاتورية بعد الربيع العربي هذا ما نراه حاليا في كل العالم العربي نعم أنتون البعض يرى أن أوضاع حقوق الإنسان العربي التي كانت في السابق ليست جيدة في الغالب للأسف تتجه نحو الأسوأ وأنت أيضا ذكرت منذ قليل هذا الشيء والردة تتزايد وأيضا ذكرت الربيع العربي يعني لماذا بعد كل هذه الثورات لماذا لم نرى اليوم بالفعل هناك حرية حقية في التعبير في الدول العربية أقله الذي شهدت الربيع العربي كما قلت سابقا نحن نرى صعودا في الدكتاتورية في العالم العربي وقمع للتمرد الداخلي والتهديدات ضد السلطات هذا هو ما نراه حاليا كحافز لدى الحكومات هل نحن لن نشهد تحسنا؟ أعتقد أن ما قاله الربيع العربي هو أن الناس في المنطقة لن يقبلوا أو يتحملوا أن يتحملوا القمع هم يريدون أن يكون هناك اهتمام بهم الضغوطات سوف تستمر لأن الناس لم يعودوا يخشون إذن ماذا سيفقدون؟ لا أعتقد أن هذا الموقف سيستمر وقمع الحكومات الذي نراه حاليا في الشرق الأوسط لن يكون نهاية القصة الناس في العالم العربي سوف يطالبون بالمزيد من الحريات ومعنى آخر ستكون هناك توترات في المستقبل أنتم برأيك ما المطلوب اليوم لتتحول الأجهزة الأمنية والعدلية من خدمة الحاكم إلى خدمة المواطن؟ هناك شيئان رئيسيان أولا يجب أن يكون هناك إدراك لدى الحكام العرب بأنهم لن يستطيعوا الاستمرار وأن يستمروا في قمع الناس وسجنهم وتعذيبهم وأيضا الناس لن يقبلوا هذا الوضع سيستمرون في الاحتجاج والبحث عن طرق أخرى لمقاومة هذا القمع الداخلي يجب أن يكون هناك إدراك لدى الحكام بأن هناك تطور العامل الثاني على المدى القصير مهم جدا عندما قالت إدارة ترامب أنها لا تريد أن تناصر الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم هذا أرسل رسالة إلى الحلفاء وإلى الكل في الشرق الأوسط أن بإمكانهم الإفلات من تداعيات قمع شعوبهم وتنفيذ أو عدم تنفيذ إصلاحات سياسية ودمقراطة يستطيعون الإفلات من كل هذا على الولايات المتحدة أن ترسل رسالة وأن تضغط على حلفائها وعلى الكل في المنطقة يجب أن تقول عليكم أن تدخلوا مرحلة الديمقراطية ولكن نحن لا نحصل على هذه الرسالة من واشنطن نعم ربما هنا دوركم أنتون مثلا أنتم كمعهد في الشرق الأوسط هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن أن تكون همزة وصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط العالم العربي بشكل عام كيف يمكن التحفيذ لمزيد من الحريات سواء الصحفية المدنية أو أيضا حتى الشخصية وباختصار لو سمحت أنتون يجب أن يكون هناك تعريف للحكومات بأن من مصلحتهم الإقدام على عمليات الإصلاح يجب أن نظهر لهم أن من مصلحتهم القيام بذلك لأنه بدون هذا الإصلاح وهذا ما نفعله في معهد الشرق الأوسط نتحدث مع الحكومات ومع الناس في أمريكا كي نزيد من هذا الوعي أيضا هناك العوامل الاقتصادية لو قمت بتحسينها وإدخلت الإصلاح وأيضا إصلاح في المجال الأمني ربما لن نرى الكثير من الإرهاب أو الاتجاه للتشدد شكرا لك وصلت الفكرة من واشنطن أنتون عيسى موديل العلاقات العامة في معهد الشرق الأوسط كنت معنا في برنامج اليوم شكرا جزيلا لك